فهنا الرئيس بيقول للناس وبيقول للمؤسسات الحكومية وبيقول للعائلات وبيقول للمدارس وبيقول للجامعات وبيقول للمستشفيات انتباه لو سمحتم خدوا بالك من الناس دي وأنا بأكرر دائما اللي هو الرئيس بيقول من خلال هذه الاحتفالية كل عام الرئيس فاهم إنه الناس دي طلبتها يجب تحقيقها بقدر الإمكان لأنه الناس التانية المواطنين التانيين يقدروا يسعوا لتحقيق الطلبات إنما دائما يجب أن تكون هناك يد قوية زي يد عبد الفتاح السيسي اللي هي متمثلة في قدرة الدولة المصرية أنا بأخذ بإيدك أنا برفعك من مكانك أنا بقول لك محدش حيتنمر بيك أنا بقول لك محدش يقرب لك أنا بقول لك أنت مهم بالنسبة لي أنا بقول إن أنا دولة راقية ومحترمة وبفهم يعني إيه ذوي احتياجات خاصة دي كلها رسائل النهاردة جاية في إطار هذا الاحتفال اللي كان موجود زي بقول له حضراتكم هو الأطول وكان باله طويل جدا هو يحبهم هذا الرجل يحب ذوي يحبهم يعني هو ما بيقومش بدوره أنت تشعر وهو معاهم إنه سعيد هو يرى إنه دوره معاهم مهم يرى إنه دوره معاهم مطلوب وفيه توجيه رباني بهذا الأمر يعني تشعر إن عبد الفتاح السيسي عنده هذا الإحساس إنه لازم الناس دي يتنخب بالنا منها كويس قوي ترجمة نانسي قنقر